لن يطفئ لهيب أكباد ذوي ضحايا عبارة الموصل بعد فاجعتهم بفقد ذويهم حتى محاسبة المسؤولين والمقصرين في هذه الفاجعة لأنها حلقة من حلقات مسلسل فساد لا تكاد أن تنتهي فصولها كلها سبب منه؟ سبب الحكومة وسبب الإهمال والفساد لأن أنت أبو حكومة أنت يا محافظنا غير تيجي رقابة وين؟ أبو السياحة وين؟ أنت محملك 200 شخص ومعبرهم يعني بعد حتى ما وصلت لي نص الجسر بعد ما وصل لي نص الموى بعد ما وصل الفاجعة التي تكاد أن تقتصر ردود الفعل الحكومية بشأنها على اتهامات هنا وهناك يراها أهل الموصل محاولات لتسويف ملفات أخرى بذريعة إجراءات تتعلق بالفاجعة التي راح ضحيتها أكثر من 105 أشخاص بينما لا يزال البحث مستمرا لانتشال آخرين من نهر دجلة القاضي يقول لها أحلف يمين المتام يقول لها جاني الفرج مو بس طلعوا حاسبوه على 180 مليار حاسبوه على المنطقة القديمة حاسبوه على المناطق كلها افتقار الجهات الحكومية المسؤولة عن السلامة النهرية وغيرها لأبسط وسائل الإسعاف زاد من عدد ضحايا هذه الفاجعة عظام الكارثة وغياب الدور الحكومي دفع أصحاب الزوارق الخاصة إلى الأخذ بزمام المبادرة لانتشال ما أمكنهم من ضحايا العبارة نحن باللحظات الأولى انتخينا ولحقنا الناس قدرنا نطلع ما يقارب 90 إلى 100 شخص أحيانا وبعدها بقينا هنا صارنا لمدة ثلاثة أيام نحن ننتشل بهجفة هذه فاجعة عبارة الموصل ربما كشفت رأس جبل الفساد الحكومي في الموصل فقط هو الذي تتقاسم مغانمه مافيات الفساد والميليشيات التي تستحوذ على موارد المحافظة ومقدراتها الاقتصادية